السلام عليكم مرحبا بكم في قناة دي دوساموري هاد نهار ان شاء الله نتكلموا على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانب انا في الحقيقة حاولت انني للخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كيل المربي اللي كيجيروا حد الاخطاء ويعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش مرطحها وش فيها تنتهم يعني بالنسبة لا المبتدئين لا الناس اللي محترفين قدروي يتاومي ياخذوا واحد النقاط من هالفيديو انهم هادوك نقاط شائعة بالناس في تربية الانانب اول خطاء هو عدم اعطاء تحصين او التطعين شحان موعد كي يقول لك لان راني عايشين عندي الاناني بغي يهكاك راني مكان بهم لد ولا ولد كنا متأكدين ان هاد الشائعة رها خاطئة مياف مياه ان كي من امراض موسمية اللي لا بد ما تجي الانب وخصنا نطعمه الانب بينا ونحصنوها نديره التحصين هاد تحصين راه كالانسان كلنا راح ندار بين الجلبة اي واحد راه ضار بالجلبة هادك الجلبة رها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليس سر كتجي من واحد الوقت الوقت الثاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء شحان موعد كيمشيش الفيتامين مثلا ويقول اه باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلا جوجم عالق فليترو معليش باش يزيدوا مازال يكابلوا مازال مازال هادي تحيا خاطئة كين اللي كي بغي يدر بالي براء وكي يحاول يزيد كثر في الجرعة هادك الجرعات يزيدوا فيهم ركاة الدواء الدواء توا راه ماشي يزيدوا الكمية انها تبرها ضغيرة لا الكمية اللي معطاتها هي اللي خصك اديرها تالت حاجة وهي النظافة شحان موحد كي يهمل النظافة هذي دي ما كنا اضع لها في الفيديو ديالي دي ما يلا بغيتوا الانان بديالكم يكونوا مزيانين وهي تكونوا منقين مزيان الكاج مرة مرة الما يتبدل مرة مرة لذلك الزنكات تحتانية تغسل لما لا واحد نهار تشمشوا تك شي كامل تديروهم فوحد الخنشة الانان بديالكم وتغسلوا الكاج كامل يعني من واحد تلت شهور ولا لا ماشي مشكل مزيان حتى هي رابعة حاجة وهي اعطاء الماء للانانب كين الناس اللي كي يقول لك حقا وذي فكرة شائع عامة بين البدو كي يقول لك لا ما كان عطيه وش حنا يجعل الانانب ديالنا الماء وهي في الحقيقة راه ماشي 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 الانانب ما كيشربوش المارا هم عايشين ما يمكنش مني بحث في هذا الموضوع لقيت ان هاد الناس اللي كيكونوا ديرين هاد هاد الفكرة هادي كيكونوا مدينش ليكاج اول حاجة يكونوا ديرينهم غي في الارض يعني كي يحفروا مساكن هادوك الانانب كيحفروا وكي مشوا يقلبوا على شيء مصدر ماء وكيشربو منو او كينا واحد اخرى ان الانانب يعني اللي عايشين في اللي كاش حنا كسموه نعطيهم كعطيهم السيكارين حويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كيعطيهم واحد نبات اخضر كيستنب طوما واحد شوية ديال الماء ودك الماء كيكون كاين في النبات كيعيشهم صافرها حالي رام شربو الماء ولكن هادي راها فكرة خاطئة اما فيها بس اعطي الانانب واحد طويصة ديال الماء وتقاس بدلها مره مره انا كل شيء اي واجعلنا من الماء كل شيء حي اي حاجة كائن راكيشرب الماء كيفاش الطريقة كل واحد عطي سيدي ربي كيفاش كاي نبات سراتها اي كتشرب الماء ممكنش تعيش بدون ماء كينوح القادية اخرى ديال اه وهي فحقة غريبة انا هادي هادي يالله يالله جاتني فكرة شائعة في هاد البلاد بعدا اللي احنا فيها ويقول لك هي عطيه الانانب الحبوب منع الحمل يعني هاديرا هادارا هاديرا بوم فدفة اليامات وقاع الناس كلهم كيمشي ويشريوا هادا الحبوب ديال منع الحمل الادوية ديال الباشر ديال المرأة اللي كتستعمل الادوية وهما باش كيربحوا كثر كيمشوا ياخدوها من السبيطار وكيبقوا يعطيوها كيدلو ديال الحبيبة كيدلوها في معلمة كيدلوها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة بحبوب الحمل لا يعني ما كتموت بشيء صيلة للارانيب أنا حاولت نديرها في الفيديو خصيصا لدى النقطة لاننا رأيها فكرة شاعة فالليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كي نعو تاني في حقها جوج نقاط في القضية ديال الشمس الشمس الكاج مره مره يتشمش في الارانيب ولكن مش يتوجيه أشيعة الشمس مباشرة لجسم الارانيب لا هدا فكرة خاطئة كي نوحدة أخرى وثاني توجيه الطيارات الهوائية مباشرة محن نديرو شيء فرفيرة ونديروها مباشرة كتضرب الارانيب نقولو بالليار غا تبردهم إيما الشيء غا تبردهم أنا غذي تكساعة غذي يمرضوا بالزوكام وغذي يمرضوا بشيء أمراض اللي انتم ما فغين عنها يعني ديما الفرفيرة تكون معلية الفوق أو الكوروندير يعني تكون كتضرب في واحد جيهة يعني تتمص من جيهة الشرجم ولا وتضرب في واحد ما تضربش في الوسط دي الارانيب تضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جيهة أخرى أو الفرفارات اللي كيكونوا كيدوروتهم ممزيانين الفرفارات اللي كيكونوا فيهم ديك واحد الرياشة كتقد ترش عليهم البرد حتى هذوك أفضل قعب إذاً الطيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جسم الأرنم كين فصل الصيف النقطة أخرى وهي فصل الصيف كين لي كيقول آه هم إمساك نراهم كين لهتوا بزاف هذين نشد المبارد ونعطيه لهم مباشرة هذوك يتوادعوا معهم لأنه المعداد ديالهم كتنا كتستحملش وش حلم واحد من شلول الأرنم بهذا القضية لأنه كيعطيه المياه باردة للأنانيم خاص يكون الماء في الحقيقة هني ضبط في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خاص يكون ملائم للغرفة يعني إما المزرعة أو الغرفة اللي انتقوم فيها أو السطح خاص يكون ملائم ما يكونش بارد بزاف أو سخون بزاف لا يكون مؤتاديل راقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربوا منه نتاهم ما يشربوا منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيونا هذي نقطة كين واحد القضية كين الناس اللي ديرين أنانيم هما مبغينش يصرفوا عليهم حتى ريال بسمو كيديرو كيمشوا يجمعوا الخضرة التالفة الضائعة يعني من الأزبال وكيعطيوهم هذي هذي نقطة رقيتها في واحد في واحد الحياة هنا هنا يا زعماء مشكيلة كيمشوا يجمعوا الزبل حشاكم يعني كي يجمعوا من البوبيل وكيعطيوهم بالزعماء يقتاصدهم وهي ذاكرة مشي اقتصادة ذاكرة را تعفون ويقدر الأرنب يموت وهذاك الشي اللي كيعطيوهم را كيكون كابر بوحط طريقة ماشية هذيك مهمة لا حوله قوة إلا بالله كين فكرة أخرى أو ثاني هذي البابيون را بغي خرج كين فكرة أو ثاني وهي الأخيرة وهي اللي مهمة في الأرنب كاملين في تربية دي الأرنب وهي من كفشفوش الأرنب ديالنا على شي واحد غريب ولو يكون هذاك الغريب مزيان يعني وخي يكون صالح ولا يعني ما كيشوش فيهم بوحط شوفها خيبة ولكن حاولوا أنكم الأرنب ديالكم ما توريهمش للناس وخي يكون الجار وخي يكون الأهل دار ديالكم راوا معايشين معهم هما راهم حساسة الأرنب كي يحسوا بزاف إلا مشوا وشافوا غي واحد الواحد غريب كيبقى كم مش في واحد الجهة تلغد ليه كيبقى بيموت واحد مور واحد علاش لأنه راكب والريتي الأرنب ديالك الواحد الشخص غريب هما معمروا بما شافوه كي يخافوا هاد الأرنب بحال من دايرة في الحقيقة أنا إلا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش الموضوع هذا نلصقوا المشاهد في الذاكرة ديالهم يقدرش يحايد منه هاد الموضوع ديال الأرنب تربية الأرنب بدينا بحال واحد شمعة شعلة هاد الشمعة إلا مشيتي توجهتها للريح كتفى إلا مشيتي بقيت ديما ديرها واحد الكوفير من هنايا ومن هنايا وخا غير بيديك لم يديك عليها أنها ما غاديش تتفى مشروع الحمد لله قال اللي دارو نجح فيه وخا المصاعب ديال في اللون الإنسان يكون شعارة في وخا إلا صبرتي في هاد المشروع كون متأكد أنه على الأقل سيكون عندك كتفى ذاتي المنزل ديالك من الحم ما غا تقعوش شريو للحم هادي متأكد منه ولا صبرتو وطورتو المشروع وما كنت تصرف أولا المال وكتبت تزيد وتطوره 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 وطوره على الأمر للمشروع ثم غير تطور كنت تطور ثم يصل لقاطعة من هاد المدولين لما غا تقدير تقابله وخا ستخدمتها لتقابل معك واننا متأكدنا للقالية إذاً مشاريع يزويه بشكله هذا المشروع هذا المشروع يعني حسن من المواشي وحدث من الدواجين كل شهر تقدر تلقى خلفة جديدة ولو ما تكونش من نفس الأم ولكن إذا عندك واحد تمانية الأمهات ولستة الأمهات كل شهر عندك خلفة جديدة أو جوج خلفات أو ثلاثة أو كين الناس اللي يكونوا متمكنين يقولوا عندهم ربعات الخلفات أو خمسات الخلفات في الشهر وهي غير قفص صغير وهو عرف كيفاش يخدم وكيفاش يبحث وعرف كيفاش ناضي يخدم يعني مثل النظافة لك شي متول ومقاد وعطاهم الوقت أرى واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات ديل الفيديويات الحمد لله ديوتيبر عاطينا واحد الكنز يعني أنتم كتتواصلوا المعلومة بسيطاتش حالذي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندما كل شي دبل المعلومات واصلين يعني حاولوا أنكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تتفاش موضوع ديالنسالة هاد الأخطاء أنا حاولت نوضحها لكم باش أي واحد عندو شي خطأ من هاد الأخطاء هدي وهي شائعة نقول لكم أنا كنسووا الناس كنبحثوا هدي كنلقاء هاد الأخطاء راه من الناس كيديروه يعني إلقيتوا شي خطأ من هاد الأخطاء حاولوا أنكم داركوه راه هاد شي يعني تجربت هاد الأخطاء يعني بحثت فيها مزيان عاد حاولت أننا ندوونها الناس اللي ما زال ما شاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا بزير جيم واتكيوا على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة واشركم بروكا رمضان كريم إلى اللقاء شكرا